صباح الخير لكل مشاهدينا برحب بحضراتكم ولقاء جديد مع الاقتصاد والناس في يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات بإذن الله هيا وإحنا بنكلم عن النواحي الاقتصادية دايما بنركز وبنقول أن من أهم الأهداف اللي بنسعى إليها جميعا هي توطين الصناعة المصرية وإحياء الصناعات الصغيرة ومتنهية الصغر خاصة بالنسبة للعديد من القطاعات اللي كانت مصر بتحتل فيها مركز كبير جدا فيما سبق ولكن للأسف يعني تراجعت بعد ذلك نتيجة العديد من الظروف الحقيقة النهاردة بنتكلم على مبادرات هذه المبادرات بتهتم بشكل كبير بإحياء هذه الصناعات مرة أخرى صناعة الحرير وإزاي كان لها دور كبير جدا في دعم الصناعة المصرية في وقت من الأوقات وكانت مصر متقدمة فيها علشان كده النهاردة بنشهد أيضا مبادرة جديدة لإحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي هذه المبادرة اللي بتأكيد لها دور وتأثير في صناعة الحرير الطبيعي هنتعرف مع حضراتكم النهاردة بشكل تفصيلي على هذه المبادرة وكيف تساهم في توطين الصناعة المصرية والعائد الاقتصادي منها على الاقتصاد المصري وهيكون ضيف يوضيف حضراتكم دكتور أسامة غازي رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية لنتعرف أيضا على إمكانية استخدام البحث العلمي بشكل كبير في توطين هذه الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد المصري لكن قبل ما نبدأ حوارنا هتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير نعود بعدهم مباشرة واحة الحرير هو مشروع لإنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والمقام على مساحة 180 فداناً ويشمل الصواب الزراعية من إنتاج توت وخضروات ونخيل ومعاملة لإنتاج الحرير وتربية توتة القز بمن المبادرة القومية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي وذلك من أجل توطين صناعة الحرير في مصر وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشروع وذلك من خلال إنشاء مركز تربية ددان الحرير ومستلزماتها مع تقديم التوعية والإرشاة ومشر ثقافة تربية ددان الحرير بالمحافظة كما جرى تنفيذ مستل خاص لإنتاج شكلات التوت لتوزيعها على المشاركين في تنفيذ هذا المشروع ويعد مشروع إنتاج الحرير من أهم المشروعات التي تحقق مكاسب كبيرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب حال حضراتكم مرة تانية مشاهدينا زي ما شفنا وتابعنا من خلال التقرير وقلنا في بداية لقائنا النهاردة منتكلم على مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي في البداية اسمحوا لي أن أنا راحب بضيفي قلم شرفني برحب دكتور أسامة غازي رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بسياتك لسانة وحضرتك طيب رمضان كريم وستدك بسحة وصعادة دكتور أسامة خليني في البداية يعني أخذ تاريخ صناعة الحرير الطبيعي في مصر وكيف بدأت وكان لها أهمية كبيرة في وقت من الأوقات على الصناعة بشكل عام وعلى الاقتصاد في مصر أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشهر علي أفضل الصلاة والسلام أنا مزورتش بلد في العالم كلها لما كانت تقولين أن مصر جزء اللي هي تجزأ من طريق الحرير احنا كان عندنا بلد اسمها إخميم في سوهاك كان لحد الآن تريد مارك الحرير كان بيلف العالم كله وبيخش من البحر الأحمر يخش عن طريق إخميم يخش في إخميم ويمشي مصر كلها وبعد كده بتصدر لأوروبا وده كان الطريق الأساسي سيادتك لما تزور المقابرة الفرعانية والمتاحف تلاقي المهميوات ملفوفة في الحرير الطبيعي فإحنا لينا باع طويل جدا جدا في الحرير ومصر ليها باع من المؤسسين اللي يتجزأ طريق الحرير من مصر دي حاجة الحاجة الثانية أن لما تحركت تشوفي عندنا قرص غريب قوي أنت حركت تلاقي الفلاح دايما على رأس غيرته لازم توتا وعبد الحليم غانا لإيه؟ توتا والساقية توتا والساقية فده عندنا قرص يعني ده قرص من زمان جدا جدا صحيح ده ترسنة يعني معروفة ده في أي أرض زراعية التوتا والساقية ده أساسي بس بقى المشكلة كلها كانت تتراوح في أن الصين يعني اتسرق منها الحرير لأن هي أساس أو منشأ الحرير اليابان لما راح اليابان العلم التطور في اليابان جامع جدا تلاه كوريا الجنوبية بعد كده الصين قررت أن هي تتحكم في العالم كله تتربع على العرش فابتدت تعمل إيه؟ تعمل إغراق لجميع الدول بحيث أن الحرير فيها يبقى أرخص من الحرير المنتج فابتدت تتراجع الحرير فده يتراجع عندنا حبة في حبة لحد ما ابتدت إيه؟ أن احنا نعتمد على المستورات طبعاً للتكلفة الاقتصادية طبعاً أنا أقول لحديك أن فيهم الأيام كان الكيلو الحرير بيوصل لمصر هنا سفل على مطار القايرة ب130 جنيه السعر الكيلو المحلي يوصل 180 فابتدت طبعاً إحنا عندنا مسأل غريب قوي أن بعض الناس يقول لك إيه؟ تشيرت العبد ولا تربيته لا تربيته اللي حصل بقى الأيام دي حصل موجة تانية خالص الحرير معاتش عبارة عن سجادة أو قماش أو ملبوس لا 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 ده بقى عبارة عن صناعات ووصل بها صناعات ضخمة جداً منها صناعات الكوزماتيكس أو مستحضرات تجميل صناعات دوائية وأجزاء وأعضاء زي طابلة الودن وعضمة الركاب وخلافه من العضام اللي في الجسم لأن الحرير أقوى من مسيله من الصلب إذن أصبح الحرير الطبيعي النهاردة لا يقتصر فقط على عملية الملابس أو ده ولكن أصبح يتدخل في صناعات أخرى وهذه الصناعات بتعد من الصناعات المهمة جداً لاقتصاديات أي دولة تمام والحب الإضافة لكده زور الخواص الطبية لمنتجات مختلفة من المشروع الحرير أو من استزراع الحرير من أول شجر التوت لحد السمار لحد البراز ضد الحرير كمان لحد الدولة نفسها بخفض سكر الدم وضغط الدم وكولسترول 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 ومفيد لأمراض الكبد والقلب والكلة ومفيد لنظام الجسم عامة فابتدل الإنسان في الدول المتقدمة في الحرير يستهلك أو ينافس الدودة على استخدام التوت كمشروب كمأكول فابتدل إحنا بقنا نستهلكه كمان البناء دمين يستهلكوه فده خلى الطلب على الحرير كبير جدا جدا لدرجة أنه كمان بالإضافة لكده أن الحرير نفسه أقرب بروتين لبشرة البناء دم بتعامل منه مستحضرات لعلاج الجروح أو القروح القروح الفراش والناس اللي عندهم سكر وما فيش التقام بيتعامل منها عجينة معينة وتحط على الجروح فيه طفرة كبيرة جدا معادش حاجة واحدة يعني هقول لحضراتك لحاجة اللي أنا وجيت لأقول لحاجة أن الشجرة التوت الوحدية فيها أربع خمس مصانع المصنع الأولاني مصنع مرباط بيستخدم الصمار تعبئة وتغليف كفراش بيستخدم كمرباط عصاير كخل وبعض الناس اللي بيستخدمهم كأكل حتى كأنها بتاكل طيب من هنا كانت اهتمام الدولة المصرية أو اهتمام المبادرات اللي بتتم التوطين الصناعة في مصر بمبادرة احياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي ياريت حارتك تكلمني عن المبادرة وبدايتها ايه والخطوات اللي بتتم من خلالها وزارة الزراعة ومعالي وزارة الزراعة واخدين على عاطقنا ان احنا ننشر الحرير وكانت مبادرة معالي محافظ الوادي الجديد اللي هو دكتور محمد الزملوت كان مبادرة جميلة جدا ان هو ابتدأ يتعاون معانا بحيث ان احنا ننشر الحرير في الوادي الجديد وبالفعل ابتدأ معالي ان هو يدعم المبادرة بحيث ان يدع الاراضي بأسعار مخفضة لليه يخش في المبادرة الحرير ابتدت الوادي ينتشر فيه الحرير بمئات الافدنة وينتشر فيه زراعة التوت بشكل كبير جدا وابتدت الصناعة تنشأ دولة رئيس الوزراء حضر افتتاح بعض النماذج هناك ودولته امر بتوطين الحرير في مصر من روحها من شمال للجنوب ومن الشهر للغرب وحنا وزارة الزراعة وقسم الحرير بالمركز بحوظ الزراعية تتواخد على عطيقه ان هو ينشر لذلك نحن بنعمل دورات توعية في جميع المخفضات ازاي بقالية التنفيذ الخاصة بعملية النشر اللي هذه الصناعة يعني فيه ربوع مصر كلها تكون ازاي يعني دلوقتي دولة رئيس الوزراء امر بعشر فطوط حل اوتوماتيك علشان تغطي مصر كلها بس هنا المشكلة ان احنا الخط المحتاج من 300 ل500 فداد فاحنا الوقت بنحاول ننشر الزراعات بكمية كبيرة والتربية بحيث ان هنا يبقى عندنا انتاج لما نيجي ننزل بالخط يبقى فيه انتاج يكافئ ليه ما نجيبش مثلا الخط الخط ويبقى عبارة عن حديد ويتأكله ويبقى فيهضر للمال العام فاحنا الوقت بنحاول ننشر ان احنا ازاي نتزود المساحات في جميع ربوع مصر المساحات المنزرعة هل فيه اختيار لاماكن معينة من خلال حضراتكو بنبدأ ان احنا نحدد ان هذه الاماكن هي اكثر الاماكن ملاءمة لهدية الزراعة وبناء عليه بنبدأ ان احنا نختار المساحات فيها ونبدأ ان احنا نعمل عملية التوعية بالنسبة للمزارعين في هذه الاماكن الميزة في التوت ان هو بيلائم مصر جميع الاراضي في اي مكان في اي مكان مع هذا الاراضي اللي شديدة ملوحة المياه فيها او المستوى المياه في الارض مرتفع كل الاراضي الباقية كده بينفع فيها الحرير حتى لما بقول ان الدودة بتربى اندور او داخل مبنى فبالتالي بنعمل بعض التحورات علشان يعني مثلا في الودي الجديد الدنيا الحرارة زيادة شوية بنعمل مثلا دابل وول او حطين ونحط بينهم حوائق مزدوجة بالضبط كده ده اللي بنحاول نتغلب على الظروف البيئية الموجودة بزراعة اشجر توت او غيره شرق وغرب المبنى فده يضلل عليها فتبكده الجوة مناسب جدا وفيش مشكلة فبالتالي احنا ممكن من ربنا من المصر في جميع لان اساسا دوتر حرير اساسا المنشأ بتاعها على اندخط الاستوى تمام فبالتالي من المصر احنا في المنطقة التنبريتا المنطقة المنطقة فبالتالي دي منزلنا تربه في اي مكان بالتأكيد يعني صناعة الحرير الطبيعي خلال هذه السنوات مرت بمراحل كتير جدا واصبح هناك تطور تكنولوجي هائل بشكل كبير يعني في مجال الصناعات على مستوى العالم كله الى اي مدى احنا هنا في مصر تتوفر لنا الاليات الحديثة في صناعة الحرير الطبيعي والى اي مدى ايضا بتخدم او بيخدم معهد البخص الزراعية هذا التطور لزراعة الحرير الطبيعي في مصر احنا الحمد لله جبنا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا مثلا خطوط الحل فيه تلات انواع من الدوليب البلدي وبعد كده الماكن الميكانيكي وبعد كده الاوتوماتيك احنا لحد الان عندنا الماكن الميكانيكي ودوية رئيس الوزراء امر بان احنا نجيب الماكن الاوتوماتيك فتقريبا كل التكنولوجيا ببتدت تبقى موجودة الحاجة التانية برضو نرجع تاني لان السجاد الحريري اليدوي اللي بيطلع من قرى سيد ابو شعراء وقرى كتير قوي في الده اهلية واتصف في الفايوم يعني ينافس السجاد الايراني والتركي الحريري فاحنا لدينا شهرة عالمية بس هو الوقت النقطة كلها ان احنا كنا بنستهلك حوالي من 250 ل350 طن في انتاج السجاد ده ما عادش موجود الحرير قل الانتاج بتاعه قل فبالتالي فبالتالي احنا بنعود تاني لنوفر الماتيريال او المادة الخام علشان اقدر ازود الانتاج منه واقدر انافس هذه الدول خاصة ان الصين الوقت ابتدأ الانتاج بتاعي تراجع لعدد اسباب السبب الاولاني ان نزوح الشباب للكرة او للمصانع الكبيرة زي مصانع ده وخلافه ده بيجزب طبعا ان العائد المادي كبير او عن الزراعة البتدأ الحريري يعتمد على كبار السن فقط ودول اللي هما بيقولوا ان الكبير السن يقيمها بالموت يقيمها بالمرض بيقل الانتاج معاه الصين كانت توصل لانتاجها 80% السنادي كنا عاملين ورشة عمل ووصلت انتاجها حوالي 65% مصر السوق العالمي مفتوح قدامها يمكن برضو في حاجة كويسة قوي الناس كلها بتقول ان العامل التعوام الجنيه ده حاجة مش كويسة لا ده بالنسبة ان احنا حاجة كويسة جدا بالزبط ان احنا منتجين ده يبقى بالنسبة ان حاجة كويسة جدا اكيد طبعا انا الماركت شير بتاعي دلوقتي قد ايه والمستهدف قد ايه وهل يعني بركز على اماكن معينة علشان افتح فيها اسواق جديدة تزود حصتي في السوق احنا الوقتي الحلف الاساسي لنا منطقة انا فين في سوق صناعة الحرير احنا لسا لسا بنبدأ لا يعني اقصد اقول حراك بتقول احنا بننافس او بنصدر دلوقتي بنسبة قد ايه تقريبا بالنسبة لا مش مش بالكمية بسبب احنا بنقولنا على الجودة اه على الجودة الجودة لكن برضو نسمتنا قليلا اثناء عملية الصورة والكلام ده كله وترجعنا شوية في عملية في الانتاج طب بستهدف قد ايه بقى لا ده احنا بنستهدف ان احنا للوقتي انا بستهدف 20% من الانتاج العالمي لان احنا مصر قدامها البع مفتوح اه الهند حاولت تسد مكان الصين ما قدرتش يعني رفعت انتاجها من 13% ل 20% بالعافية اه هقول لي حاولك على حاجة كويسة قوي ان فيه يعني مستثمر مصري هولندي جاي بتعاقد عايز 20 طن سبعين طن شهري من الشراني عشان الاستخدامات الطبية فقط ده عايز تصدرها لايطاليا وتصدرها لفرنسا وجاي بتعاقدات وعايز الناس تبتدي تنتج طب يعني علشان احقق ده او عشان اوفر يعني هذا الموضوع امكانياتي ايه وازاي ان انا بخطط بقى ان انا اوفر له هذه الكمية بشكل او باخر امكانيات ان احنا بنشجع الناس ان هي تبتدي تزرع مساحات كبيرة جدا يعني هولي حاولي حاولي مش مسلا الوادي جديد بس لا ابتدت المساحات كتير قوي تنتشر في المينيا وغرب المينيا ومطروح وصيوة فيه والاستماعيلية فيه مئات الافدنة بتدت تنتشر بدأنا بالفعل الفاندوم ولا لسه بنعمل نوع من التوعية والرشيات لا 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 احنا بدأنا بالفعل وصلنا لمساحات قد ايه تقريبا يعني هقولي حاولي حاولي في المينيا الوقتي مزروع داخل على مية وخمسين فدان في المينيا الوادي الجديد حيخش في تلتمية وخمسين فدان ان شاء الله في نهاية والمستهدف على يعني كافة ربوع مصر قد ايه يعني المستهدف في ربوع مصر حوالي تلات تلف فدان او اربعة تلف فدان بس الوادي الجديد حضرت تلات تلف وسبعمائمائة فدان لوحده 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 لا ان شاء الله يعني ده بيدينا يعني امل كبير جدا أقول لأمل في ربنا سبحانه وتعالى أننا يوفقنا والناس تتشجع أن تخش في المشروع للمستثمرين كبار يخش بمليارات الجنيهات ومشروع لصغار المستثمرين والنجو أوزة أو الجماعات الأهلية أن تشتغل أن تتوزع عشان ثلاثة توت في فر بسهلها لهم إزاي فاندم؟ يعني إحنا عندنا دلوقتي زي ما بنقول بنشجع على التنمية الزراعية ونسبة للشباب على أن هما يكون عندهم قطعة أرض زراعية وأن هما يزرعوها إزاي بنشجعهم على أن هما يكون عندهم هذا المشروع اللي يبدأوا بي حياتهم وفي نفس الوقت أن هما يساهموا أيضا في صناعة الحرير الطبيعي من ضمن التشجيل اللي الدولة بتعمله يعني اللي قام به معالم محافظة الوضع الجديد أن الفدان مثلا بيتأجر بحوالي 2000 أو 2500 جنيه هو دالهم الفدان ب500 جنيه في السنة تسهيلات في السادات كمان ده طيب العائد الاقتصادي المتوقع يعني إن شاء الله بإذن الله وإحنا ماشيين بهذه الخطوات اللي هيكون لها الناتج اللي إحنا بنستهدفه العائد الاقتصادي الخاص بيها هيكون إيه على الصناعة المصرية وعلى الاقتصاد المصري هقول لحكي العائد أننا متوقع أن كل الإنتاجنا هيتم تصديقه هقول لحضرتك الكيلو الحرير الكيلو الواحد وصل لـ 3500 جنيه على أرض وإنما يوصل مصر هنا يبقى 4500 جنيه تمام فبمعنا كده لأنه الكيلو بتحوالي 100 دولار فشوف حاكي لما مصر تنتج مثلا 200 ألف جدا 200 ألف طن أو حاكي زي كده فهذا يبقى رقم خرافي أنا أعتقد إن شاء الله أننا ممكن الحرير في الفترة الجاية إن شاء الله يمثل جزء من الدخل القوم للمصر يا رب إن شاء الله وإن شاء الله يعني الكالسياسية عاملة حتى في نصر عينها الدولة الزراعية بتاعته قد إيه فهم يعني أقول لحكي دورة التربية بتبقى حوالي من 28 يوم لـ 35 يوم طب يعني مستمرة يعني ممكن خلال على مدار العام نعمل كميات كبيرة يعني وبولي سيدك حتى رجمان ده بقى مشروع صغير حتى العوادل الأسرة والفقيرة لأن العلبة الواحدة بيجيب بصم 10 صفايا في 500 جنيه 5 ألف جنيه فقال من شهر يعني هي دعوة لكل اللي بيشوفونا ويتابعونا دلوقتي للشباب كمان بصفة خاصة جدا ممكن أن أنت تستفيد من كل هذه المميزات اللي بتعطيها الدولة المصرية ووزارة الزراعة بتوطين صنوعة الحرير الطبيعي في مصر هتكون فرصة للاستثمار وتكميل مشروعه في نفس الوقت تساهم في دعوة الاقتصاد المصري أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة غازي رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية نورتين يا فن بشكر بشكر كل اللي تابعونا وبكرة بإذن الله لقاء جديد مع حضرتكم في الاقتصاد والناس اشتركوا في القناة